ما نبدأ كده ببطولة بطولة ونتكلم عن بطولة أفريقيا اللي كانت في نايجيريا بداية دي كانت أول مرة سافر برا مصر عموماً حياتي كانت أول بطولة وكان فيها توطر بس الحمد لله يعني مع باية الماضي شنسيت التوتر وكده وده تجيب بذهب وكانت ديها زكرة حصة أنا حتى نتوتر على الهوى برضو لا لا خالص بجد أول لقاء ليك ولا لا لا جميل كده كده جميل طيب برضو عايزين نعرف منك يعني رؤيتك انت شخصياً لمسألة الرياضة دي تحديداً دفع الجلة أو رمي الجلة يعني إلى أي درجة الأبطال المصريين في هذه الرياضة نقدر نقارنهم بأبطال العالم في هذه الرياضة وخصوصاً إحنا بنشوف منافسات قوية جداً تحديداً في الدورات الأوليمبية يعني دايماً بيقى فيه تركيز عالمي على الرياضات على العاب القوة بشكل عام ومنحس إن رأى فيه برا عالم تاني خالص فإحنا فين من العالم ده هو يعني بالنسبة للأوليمبياد بالذات يعني إحنا لسه يعني أول سنة ممكن الحمد لله بصطفى عمر دمين يتقاهل وإن شاء الله أنا برضو يعني بالنسبة كبيرة متقاهل بالرانك وإن شاء الله اتقاهل برضو رسمي في شهر 11 قبل كده لأ كان فيش حد بتقاهل خالص الأوليمبياد وكنا بعيد إحنا موجودين الحمد لله بأفريقيا وفي العرب وفي بحر متوسط في كل حاجة لكن مع الأوليمبياد كنا بعيد شوية دات الأقمم الحمد للأقرب إيه ممكن نعمله بحس نقرب الحمد لله نحن قربنا يعني أوريدي قربنا هذه السنة والسنة الفاتي قربنا ويشغالين نحن نقرب أكتر وإن شاء الله يعني موجودين حتى في فاينال بإذن الله يعني إن شاء الله